لكن أخيراً قبل ما نروح للأخبار نتمنى التوفيق للنادي الأهلي فترة اللي جاية مباراة السبت محتاجين دعم كل الجمهور الأهلي واللي يكون موجود في الملعب ومن خلال دعم الجمهور طبعاً جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد اللاعب رقم واحد لازم نكون موجودين لازم نكون حرقصين على المؤذرة والتشجيع والتشجيع فقط نحن نركز مع فريقنا ونركز مع لعبتنا إن إحنا نكون في ظهرهم لعبتنادي الأهلي دايماً في أي مكان بتكون عارفة إن جمهور الأهلي وراها في أي كبوة في أي ضغط مباريات في أي فترات من الفترات السلبية اللي ممكن تكون موجودة جمهور النادي الأهلي هو اللي بيطمن اللعيبة الهتاف وطبعاً الأنشيد والدعم اللي بيبع من أول دقيقة حتى من قبل المباراة مش أول دقيقة من قبل المباراة من اللعيبة لما تنزل تسخن لحد آخر دقيقة من الحكم لما يصفر لصفارة النهاية الجمهور بيكون موجود طبعا الجمهور وطبعا الأهلي في أول خبر موجود معنا الأهلي بينظم رحلة للأعضاء لحضور مباراة شبيبت الثورة أعضاء الجماع من الناد الأهلي وأعضاء الناد الأهلي الناد الأهلي بينظم رحلات خاصة بمباراة شبيبت الثورة القادمة إن شاء الله واللي دي هتكون بالتنصيق مع الجهات المختصة أو اللجنة المختصة وطبعا الرحلة النادي الأهلي حدد التكلفة بمبلغ طبعا 200 جنيه للاشتراك ققيمة والتي طبعا تشمل التكلفة طبعا الذهاب إلى استاد بورج العرب وأيضا تذكرت المباراة وأيضا بجولة حورة في الأسكندرية طبعا دي لفة طيبة جدا من النادي الأهلي ومن اللجنة المنظمة والمشرفة على هذا الحدث وأتمنى طبعا وجود أعضاء النادي الأهلي بجانب جمهور النادي الأهلي علشان نؤذر الفريق من كل الجوانب ومن كل الاتجاهات